عبثية مستمرة يمارسها نواب طبرق خلال جلسات البرلمان المنعقدة برئاسة عقيل صالح الذي لا يتوانى في فرض رؤيته الأحدية بمعزل عن بقية الأطراف الليبية جلسة جديدة عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية لإعداد خارطة الطريق وعرض أسماء المترشحين لرئاسة حكومة جديدة يدندن حولها صالح دائما لتكون موازية لحكومة الوحدة الوطنية فيما تم الاتفاق على الاستماع للمترشحين لرئاسة الحكومة خلال جلسة الاثنين المقبل واختيار الرئيس في جلسة الثلاثاء وأكدت لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن برلمان طبرق أنها شكلت لجنة لتعديل مشروع قانون الدستور تتكون من 24 عضوا تضم 6 أعضاء من النواب وستة من الدولة وستة من هيئة صياغة الدستور إضافة إلى ثلاثة خبراء يسميهم مجلس النواب وثلاثة يسميهم مجلس الدولة وقال عبد السلام نصية عضو لجنة خارطة الطريق إن هناك مساران أحدهما إذا جرى إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب الليبي فسيكون لدى هذه اللجنة شهر ونصف لتعديل القضايا الخلافية الموجودة في الدستور وإذا جرى التوافق على التعديل الدستور يحال إلى المفوضية العليا للانتخابات وإذا وافق ثلثي الشعب سيتم الخروج بدستور دائم وانتخابات ونوها إلى أن هذا المسار يحتاج إلى 12 شهر أما المسار الآخر في حال عدم إقرار الشعب للدستور في الاستفتاء الأول فسيعرض بعد 60 يوما للاستفتاء الثاني وإذا وافق الشعب ستنجز انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة وأربعة أشهر وفق دستور دائم وما يزيد من استغراب الشارع الليبي تمدد أذرع عقيل صالح لعرقلة المسار الدستوري علاوة على السياسي والأمني دون وجود أي دور للقضاء في المحاسبة على ما في هذه التصرفات من خرقات صارخة للإعلان الدستوري وفي ذات الجلسة صرح العديد من النواب بعدم ثقتهم بلجنة خارطة الطريق بسبب كثرة الملاحظات على هذه اللجنة وقلة الانسجام بين أعضائها تسارع زمني للأحداث يطرح العديد من التساؤلات حول ردود فعل الأطراف الفاعلة في ليبيا تجاه من يقبع في طبرق ويسعى لخلق أجسام موازية بشكل دوري لضمان البقاء في السلطة لأطول أمد وعن الدور الأممي في معاقبة المعرقلين وانعكاسه على الواقع السياسي الذي طالما اتخذته شعارا لها